في إطار حقي في الرد للمرة الثانية على التصريحات المضللة التي أدل بها ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة سوفيان ميموني بشأن ما يذعم أنه حق تقرير المصير لشعب ما أثماها الصحراء الغربية واحتلال للصحراء من قبل المغرب خلال ندوة لجنة الرابع والعشرين حول منطقة الكريبي بدومينيكا أعرب السفير المماثل الدائم للمغرب للأمم المتحدة السيد عمر هلال عن أسف للجوء زميله الجزائرية إلى الإهانة والقدح والتحقير في ردي على حجج المغرب وهو ما لا يليق بمستوى اجشماع أممية معتبرا أن الإهانة سلاح الضعفاء وشدد السيد هلال على أن حق تقرير المصير لثكان الصحراء المغربية قد اكتمل باسترجاع المغرب لأقاليم الصحراوية وأن هؤلاء الثكان يمارثونه بشكل يومي منذ ذلك الحين وذلك من خلال العديد من الأعمال المؤسسة والإجراءات السياسية القوية بما في ذلك الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة على جميع المستويات الوطنية والديبلوماسية والدولية المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات التي تشكل التعبير الأثمة عن حق تقرير المصير وذلك في جو من الهدوء والمسؤولية وهو ما أكدته تقارير الأمن العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن المشاركة المكتفة في الانتخابات التشرعية والبلدية والجماعية والجهوية مع تحقيق أعلى نسبة مشاركة في المملكة بأزيد من 65% وهو ما لا ينطبق بأي حال من الأحوال على المشاركة المتدنية جدا في منطقة القبيلة بالجزائر والتي لا تتجاوز 0.1% اختيار السكان الأقاريمي الجنوبية للمملكة إرثاء مجتمع سلمي ومندمج ومنفتح ومتثامح ومتشبث بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بالصحراء مساهمة هؤلاء السكان في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقافية للصحراء المغربية الالتزام اليومي لكافة مكونات المجتمع بالصحراء وخاصة الشباب والنساء بتنفيذ النموذج التنموية الجديدة للأقاليم الجنوبية الذي أطلقوا جلالة الملكة محمد الثادث منذ عام 2015 فرار عشرات الآلاف من الصحراويين المغاربة من مخيمات تندوفة جنوب الجزائر معردين حياتهم للخطرة وعودتهم إلى وطنهم الأمة المغرب وفرار أكثر من عشرين ألف شخص من مخيمات تندوفة ومقتل العشرات على أيدي الجيش الجزائرية أو مرتزقة البوليثاريو أثناء محاولة ملفرارة وخلص السفر المغربي أن تقرير المصير عمل مواطن وإرادية يتجسد بشكل يومي في الصحراء المغربية وبذلك وضع السيد هلالة ممثل الجزائر في مكانه الطبيعية بعد انحرافه وحديث بلاده المتكرر حد الهوث بشأن الحق المزعوم للصحراء المغربية في تقرير المصير وما أثماه بوقاحة آخر مستعمرة بإفريقيا والبلد المحتلة وتثأل السفر المغربية أمام المشاركين في هذا الاجتماع بالقول هل هناك أي إقليم أو بلد مدعو إلى هذه الندوة لهما جار معاد يفرد عليهما نزاعا مثلحا منذ عقود ويهاجمهما من قبل جماعة انفصالية مسلحة دخيلة الجواب لا وحدها الجزائر مسؤولة عن هذا الخلل الفريد والخطير للغاية فيما يتعلق بالمغرب وصحرائه وذكر السيد هلالة السفر الجزائرية بأن الحق في تقرير المصير مبدأ عالمية ومبدأ أممية ويجب أن يتم توظيفه دون انتقائية ويجب أن يستفيد منه جميع الثكان وخاصة أولئك الذين كانوا تحت احتلال منذ عقودة وأضاف في هذا الصياق أن الجزائر لا تفتأ تطالب في كل مناسبة وبشكل هوسي بما تزعم أنه تطبيق حق تقرير المصير في الصحراء المغربية تنسى أن هناك ثكان على ترابها يطالبون بتمكينه من الاستفادة من الحق في تقرير المصير وأكدت ديبلوماسية المغربية أن شعب القبيل الذي كان موجودا قبل فترة طويلة من قيام الدولة الجزائرية له أيضا الحق في تقرير المصير فلماذا تنكر الجزائر عليه ما تطالب به مغربة الصحراء وتمضي إلى حد فرد نزاع على المملكة منذ مدة 45 عاما من قبل مجموعة انفصالية مسلحة ولماذا لا يحق لممثلي شعب القبيل أن يكونوا حاضرين في اجتماع لجنة الـ 24 هادا فهم أيضا لهم الحق في التعبير عن أنفسهم بحرية بشأن مستقبلهما رد فرحات مهني رئيس الحكومة المؤقتة لمنطقة القبيلة بقوة على الاتهامات التي ألثقها به النظام العسكري الجزائرية بخصوص حرائق الغابات ومقتل الشابة جمال بن سماعيل وأكد فرحات مهني بالقول مستعد لتسليم نفسي للسلطات الجزائرية إذا تبت تورطي في التحريد لأي عمل تخريبية أو التخطيط لها لكن إذا تبت العكس أطالب السلطات الجزائرية بقبول إجراء استفتاء تقرير المثيرة وكانت الثلطات الجزائرية قد أعلنت إذ دار مدكرات توقف دولية بحق ما أثمتهم بمدبري جريمة حرق الشابة بولاية تيذوذو التابعة لمنطقة القبيلة المحتلة وعلى رأس فرحات مهني ومن جانبها دعت حركة استقلال منطقة القبيلة الماك إلى إجراء تحقيق دولية في الحرائق وجريمة قتل وإحرق الشابة نافية أي مسؤولية في الكوارثة ومعتبرة أن هناك يدنا للثلطات فيما حصل ويدكر أن الحركة تطالب باستقلال ولاية محتلة شمال الجزائر وأعلنت تشكيل حكومة مؤقتة لهذه المنطقة وإثر ذلك شرع النظام العسكرية الجزائرية باعتقال المنتمين لحركة الماك المطالبة بالاستقلال قبل أن يصنفها حركة إرهابية وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن السلطات باريذ رفضت الاستجابة لمطالب الجزائر بتسليم الزعيم القبيلية المعارض فرحات مهني ونقلت صحيفة لوفيغارو نيوز أن فرنسا رفضت رفضا قاطعا النظر في طلب الحكومة الجزائرية بشأن تسليم مهني حيث أكد مسؤول حكومي فرنسي أن الطلب الجزائري مرفوض شكلا وتفصيلا وأصبح اسم المعارض الجزائري فرحات مهني خلال الأسابيع الأخيرة متداولا على نطاق واسعة على المنصات الاجتماعية ووسائل الإعلام العربية بعد أن أصدرت الجزائر مدكرة توقيف دولي بحقه ويطالب فرحات مهني منذ الثنوات باستقلال جمهورية القبيل التي تقع شمال شرقي الجزائر وفي ماير الماضي صنفت الثلطات الجزائرية حركتي على أنها منظمة إرهابية وكانت الحكومة الجزائرية قد أقحمت المغرب في الثراعية مع حركتي الماك ورشاد المعارضتين مدعية أن المملكة المغربية تتعاون بشكل بارز وموثق مع المنظمتين متايمة الماك ورشاد بالوقوف وراء الحرائق التي عاشتها البلاد وردا على هذه المذاعم أعرب المغرب في بلاغ لوزارة الخارجية عن أثفي لهذا القرار الغير المبرر تماما ولكنه متوقع بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأثبيع الأخيرة وأكد تأثير على الشعب الجزائري مؤكدا رفضه التام للمبررات الزائفة بل العبثية التي انبن عليها اشتركوا في القناة